كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان ليلة القدر والتي يقول فيها رب عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لماذا رب عز وجل سم هذه السورة بسورة القدر قيل لأن قدرها عظيم ومنزلتها كبير عند الله وقيل بأن هذه الليلة المكرمة يقع فيها الأقدار الله عز وجل ينزل أقدار العباد من شقاء أو سعادة أو صحة أو مرض أو غنى أو فقر أو موت أو حياة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا حتى قال العلماء بأن من سوف يكونون ضيوف الرحمن في الحج والعمرة يتم اختيارهم في قرعة في السماء ففي هذه الليلة المعظمة ربنا عز وجل يحدث أشياء كثيرة وأعظم حدث وقع في هذه الليلة هو أعظم حدث وقع في التاريخ برمته وهو نزول القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام فأخذ القرآن الكريم من اللوح المحفوظ الذي هو في بيت رب العزة ونزل به دفعة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر ثم بدأ ينزل به منجما مفرقا حسب الوقاع والأحداث وكان أول ما نزل منه خمس آيات صبيحة تلك الليلة وهي التي تسمى بآيات العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه الليلة المعظمة ربنا عز وجل ينزل فيها الملائكة الملائكة ينزلون في كبكبة معهم جبريل عليه السلام يسلمون ويباركون كل من كان يصلي أو يذكر الله جالسا أو قائدا أو قاعما في تلك الليلة حتى بزوغ الفجر هذه الليلة معظمة تساوي عند الله تعالى بل أكثر من ألف شهر وألف شهر هو تلاتة وتمانين سنة وأربعة أشهر فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمم السابقة كانوا يعمرون طويلا ألف سنة ألف وخمسمائة سنة سيدنا نوح مثلا لبث في قومه ألف سنة إلا خمسون عاما بعض الصحابة قالوا يا رسول الله نحن هذه الأمة نائش قليل ما بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك فأعطانا الله تعالى هذه الكرامة قيام ليلة القدر تساوي تلاتة وتمانين سنة بل أكثر خير تلاتة وتمانين سنة أربع شهر صور معي اللي عاش عشر سنوات بعد البلوه وأدرك ليلة القدر كأنه عاش ثمانمية وثلاثين سنة واللي عاش غير عشرين سنة بعد البلوه وأدرك ليلة القدر كأنه عاش فيها فقط ألف وستمية وثلاثين سنة وقص على ذلك من السنوات العظام هذه الليلة المباركة متى تكون؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التميسوها في العشر الأواخر من رمضان ومرة ثانية قال التميسوها في العشر الأواخر الوثرية الوثرية من رمضان مرة أخرى عرفها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فقال إني قد أريتها لكن قد نسيتها قالوا لما يرسل الله قال لما خرجت لكي أخبركم بها وجدت صحابيان يحتقان يختصمان فرفعها الله عني فقال التميسوها في العشر الأواخر الوثرية من رمضان الصحابة اشتهدوا وقالوا بأن لها علامات فمن علامتها مثلا أن تلك الليلة يكون هناك نشاط دؤوب الناس يستعدون أكثر للصلاة والعبادة والذكر أكثر من الأيام الأخرى كذلك هذه الليلة المباركة المعظمة فيها السلم والسلام والأمان سلام هي حتى مطلع الفجر وتكون فيها الإضاءة قوية لأنك تنزل فيها الملائكة والروح في هذه الليلة المعظمة ثم ممكن من علامتها أن الناس قد يرونها في المنام فقد سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما مجموعة صحابة قالوا رأيناها في المنام قال لهم أي ليلة قالوا ليلة السابعة والعشرين فقال عبد الله بن عمر لا يمكن أن تتواطأ رؤاكم المنامية على الكذب فقال لعلها السابع والعشرين كذلك أبي بن كعب الصحابي الجليل كان يقسم يقول والذي بعت محمد بالحق إني لأعلم أي ليلة هي إنها ليلة السابع والعشرين وإن الشمسها تطلع صبيحتها طاهرة نقية صفية علماء معاصر حاولوا أن يستعملوا المنطق الرياضي أو أسلوب الإحصاء الرياضي في القرآن الكريم ليقفوا على ليلة القدر فهذه الصورة عدد كلمتها تلاتين كلمة ليلة القدر إذا حسبنا هذه الصورة فيها تلاتين كلمة والشهر فيه تلاتين يوم بمعنى أن عدد كلمات الصورة تعدل عدد أيام الشهر فقال ربنا عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر كلمة هي هي رقم سبعة وعشرين العلماء قالوا هذه الكلمة هي زائدة لو أن ربنا عز وجل قال سلام حتى مطلع الفجر لكان الكلام مستقيما فهي زائدة فقالوا لماذا؟ قالوا لأنها هي رقم سبعة وعشرين كذلك كلمة ليلة القدر هذه الكلمة ما حلم الحرف فيها؟ فيها سبعة أحرف ولاحظوا بأن هذه الكلمة تكرت تلاتة مرات في الأرآل الكريم إن أنزلناه في ليلة القدر واحد وما أدراك ما ليلة القدر اثنان ليلة القدر خير ثلاثة وتلاتة في تسعة تساوي سبعة وعشرين كل ودي الحيثية تفيد بأن الراجح أن هذه الليلة هي ليلة السابع والعشرين أمنا عائشة رضي الله عنها الفقيها لم تسأل النبي عن الليلة متاهي ولكن قالت أرأيت يا رسل الله إن أدركت هذه الليلة ماذا عساني أن أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني فعلينا أن نواضب أيها الأحبة الكرام في هذه الليلة على هذه الكلمة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني دعاء بالصفح والعفو والكرم الإلهي كذلك علينا أن نكثر من فعل الصالحات من صلاة وتهجد وركوع وسجود وإذا تعبنا نجلس نأخذ جرعة ماء ونكتر من تلاوة القرآن والتدبر في آيته العظام ثم نكتر من التسبيح والتكبير والتهليل وأيضا نكتر من الصدقة فالصدقة تضرب في أكثر من ألف مرة كل صدقة صدقت بها في هذه الليلة تضرب أجرها وتابابها أكثر من ألف مرة فالخير عظيم هذه الأيام المباركة فنسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يرزقنا فيها أوفر النصيب وأن يتقبل منا الصيام والقيام ويرزقنا الإخلاص لوجه الكريم اللهم أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة